وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا طلوع الفجر أي طلوع الصبح وعلى ذلك فإنه إذا أذن المؤذن ولم يكن المرء قد صلى وطرة فإنه يكون قد فات محله فيأتي به بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إما قضاء أو على سبيل البدل كما تقدم معنا لأن وقت النهي متعلق بطلوع الصبح ولا يصلى بعد ورود النهي وهو طلوع الصبح إلا صلاة الفجر والركعتين السابقتين له لأنها من السنن الرواتب وقال بعض أهل العلم وهو قول عاشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول متقدم بعض الفقه من أصحاب أحمد وغيرهم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة أن المراد بالصبح هنا صلاة الصبح وعلى ذلك فمن فاته وطره وأذن عليه الصبح أي الفجر ولم يكن قد أوتر فإنه يشرع له أن يصلي وطره ما دام محافظا عليه يصليه بين الأذان والإقامة قبل أن يصلي صلاة الصبح فقد نقل محمد بن نصر المروز عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يصليها قبل الإقامة وطره أي من غير إضافة ركعة أخرى فتكون شفحا لها وعرفنا ما أخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا خاف أحدكم الصبح هل الصبح طلوعه أم صلاته والأمر في ذلك فيه نظر بين أهل العلم وهو نظر قوي ومن أخذ بأحد القولين فقد اقتدى بأئمة كبار والأمر فيه واسع ترجمة نانسي قنقر